المضحك في الأمر لأخ الرئيس أن ييني من يتباكى كان مسيطر على القرار لمدة عشر سنوات اللطافة وياي اليوم يقول لي أبي حسن داخل المواطن وينك بالعشر سنوات اللطافة معدل رواتب الكويتيين زاد ستين دينار وينك بالعشر سنوات اللطافة لأخ الرئيس في جلسة سبع وتائش سبع الفتسعمية وتسعة وتسعين أنت شخصيا ترشحت لي رأسة مجلس الأموات ما حالفك الحظ ما حصلت على الرأسة وكان لك خطط خطاب وقمت تكلمت عن نفسك وقلت أن موقعي كعضو كان خطابك لأخ الرئيس في سبع وتائش سبع الفتسعمية وتسع وتسعين بعد ما أنك ما حصلت على الرأسة قلت أن موقعي كعضو في مجلس أمه سيكون فرصة لي للدفاع عن الدستور بشكل أكبر شنو سويت عقبها شكلت كتلة برلمانية دخلت لجنة سويت لجنة لزكان وانجزت قوانين وانهني أوجه كلامي بشكل واضح صريح للأخ مرزوك العالم أنت شقا تسوي في هذا المجلس أنت أنا تفهم أن أنت ما حصلت على الرأسة لكن شقا تسوي اليوم نحن في توافق تاريخي بين المجلس والحكومة تسع واربعين نائب واحد منهم صار وزير ثمانية واربعين نائب اتفقوا على أولوية تشريعية وخارضة تشريعية وفي توافق مع الحكومة نتيجتها قررنا قانونين في مداولتين في جلسة واحدة وعندنا قوانين بنقرها اليوم وبنقرها باتر وبإذن الله إن شاء الله بيكون في توافق على الخارضة التشريعية للفصل التشريع الثاني لكن لأخ مرزوك أنت قاعد تطلب نقطة نظام عليه بعد تلاوة الحضور أنا متأسف أني يقول لك هالكلام لكن هذا تاريك ومضيعة لي وقت المجلس إذا ما أحد يبي يقول لك هالكلام أنا أقول لك يا مباشرة أنت تتكلم عن الحسابات الوهمية الأخ مرزوك تعال شوف الحسابات الوهمية شكاء تسوي شوفها من بدين هالمجلس وتطبل لك على أي نقطة نظام وهارب على المجلس والحكومة على شنو على شنو أقرينا قوانين وماشينا تمام وأمورنا طيبة لكن المضحك أن نواب المزمع تقديمها نواب تأجيل استجوابات المزمع تقديمها وهم اللي يعلموننا شون حاسب الحكومة أنتوا حصنتوا رؤساء وزراء بعضهم يحاسب في المحاكم ما ينا دفعنا عن أحمد النواف بالحق والباطل الله هو لا حكومته لا بالعكس مستعدين أن نحاسب سمو رئيس مجلس وزراء وحكومته متى ما أخطأوا لكن عندنا الشجاعة أن نقول أنه إذا مش أو صح إحنا يدن نبيدهم عندنا الشجاعة أن نقول هالكلام لأننا ما نحاطين أحد يقولنا أنتوا حكوميين لأننا ندري أننا ماشيين صح ندري أن ما تلوتنا بأي شيء يأين نشتغل ويأين نحقق شيء للشعب الكويتي عندنا خارطة تشريعية عندنا أولويات ماشيين عليها اللجنة التنسيقية يزاهم الله خير ماشيين بشغل سليم وممتاز لكن هذا اللي قاعد يصير بالمجلس اليوم لازم يكون لحد لازم نوقف لأخ الرئيس لازم أحد يوقف يقول كفاية كفاية تهريج كل من هب ودب قاعد يهاجم بشكل قبيح تشويه للقوانين اللي تقدم مقترح بقانون يقدم يشوه تعال حاسبني شنو قا يناقش بالقاعة حاسبني على القوانين اللي قا صوت عليها بالقاعة قوانين نوعية مهمة قانون المحكمة الدستورية ان شاء الله بالناقشة اليوم إذا أسعفنا الوقت قانون المفوضة العليا بالناقشة لجان شغالة ليل نهار أمس ليل ليل لجنة تشريعية اللجنة المشتركة بين لجنة تشريعية ولجنة داخلية والدفاع شغالة لاخ الرئيس احنا ماشينا بطريجنا واحنا ماشينا بالحق ان شاء الله وما راح ما راح نتردد في المواجهة متى ما احتاج مننا البلد المواجهة واحنا كمجلس بإذن الله متفقين على خارطة تشريعية متفقين على أولويات ومتى ما كانت الحكومة متعاونة سنتعاون معها ومتى ما اخطأت ستحاسب وفق الدستور ما حصننا احد لا بمزمع تقديمة ولا غيره ولا راح نحصن احد راح نحاسب من يخطأ وفق الدستور شكرا لاخ الرئيس شكرا لاخ وشام الزيد شكرا مادة ثلاثة ثمانين الف مساس من الاخ وصام الزيد لاخ الرئيس انا استغرب وصام الزيد يتكلم مفروض الرد على الخطاب الاميري مو الرد على مرزوق الغانم لكن هذا دليل تأكيد على الكلام اللي قلته توني في كلمتي انت يا احمد الفهد عندك نواب حتى ذا احد انتخذك تهاجمة هو مجبر لانه هو من احد المدعومين من احمد الفهد بالانتخابات بكافة الطرق لذلك بترد على الخطاب الاميري لا ترد على مرزوق الغانم مجرد اداة انت هذا دورك الدافع عن احمد الفهد بالانتخابات لا اخفاء لا رجاء انتهل فيه عند فيه متحدثين فيه متحدثين ما ديني الصافر فيه متحدثين حضارتين ثلاثين رجاء ان ما اقدراتك الكلمة لخش الاقفائز الجمهور الاقفائز الجمهور الاقفائز الجمهور بسم الله الرحمن الرحيم الغفائز الجمهور اذا استمر هذا الخلطه استمر محاول تعطي الجلسة صرفه جلسة رجاء انت سات trans FL بسم الله الرحمن الرحيم بسترع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي من المحمد على آله وصحبه أجمعين في تاريخ ستة ستة الشعب الكويتي طلع واختار طجان يا أخوان قاعد يخالف قاعد يخالف